السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصر ميح نستعرف سوياً يا أبنائي قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعداداً للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيداً حتى أتفوق يا أبنائي أستمع لكلام معلمتي أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة درسي لهذا اليوم هو حق الأخ والأخت ما حق أخي وأختي علي؟ الهدف العام ما عرفت حق الأخ والأخت أن يتعرف الهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على حق الأخ والأخت وأن يتعرف الطالب والطالبة على التصرفات الخاطئة في حق الأخ والأخت ما حق الأخت والأخ يا أبنائي؟ فكروا ما حق أخي وأختي علي؟ هل أضرب أخي؟ هل أضرب أخي؟ هل أضرب أختي؟ هل أضرب أختي؟ ماذا أفعل لأخي وأختي؟ أساعد أخي وأختي في المنزل وماذا بعد؟ هل أأخذ الألعاب كلها لي؟ وأترك أخي وأختي؟ لا أتقاسم الألعاب أسامح أخي إذا أخطأ في حقي أو أختي وماذا بعد حق أخي وأختي؟ هل أأخذ أدوات أخي وأختي بدون استئذان؟ لا أستأذن عند أخذ أغراب أخي وأختي ماذا تلاحظون في الصورة هنا؟ هنا هنا شجار وخصام ما بين الأخ والأخت تشاجروا على الألعاب هل التصرف صحيح؟ التشاجر الأخ والأخت هنا؟ هل تصرفهم صحيح؟ خاطئ لا بد أن لا أتشاجر مع أخي وأختي وأتقاسم الألعاب معهم وأتقاسم كذلك الأعمال المنزلية ولا أتشاجر مع أخي وأختي هنا نأخذ حق الأخ والأخت علينا أولا أحترم أخي وأختي أحترم أخي وأختي ولا أرفع صوتي عند الحديث مع أخي وأختي وماذا بعد؟ أدعو لأخي وأختي وعائلتي كاملة أدعو الله أن يندم علينا الصحة والعافية وماذا بعد؟ أكلمهما بأدب وأخفر صوتي وأحترم أخي الصغير وأعطف علي وأحترم أخي الكبير وأعامل أخواني وأخواتي بلطف هنا حق أخي وأختي علي الحق الأول ماذا؟ أحترم الأخ والأخت وماذا بعد؟ أدعو الله لأخي وأختي وماذا بعد؟ أكلمهما بأدب وأحترمهم وأعطف على أخي الصغير ولا أضربه وأحترمهما وأعاملهما بلطف المعاملة الصحيحة مع الأخ والأخت ألعب مع أخي وأختي وأتقاسم الألعاب معهم مثل هنا في الصورة هنا تلعب الأخ والأخت معا ويتقاسمون الألعاب ويتشاركون في اللعب هذه المعاملة الصحيحة ألعب مع أخي وأختي وهنا المعاملة الصحيحة مع الأخ والأخت أتسامح مع أخي وأختي هنا الصورة تدل على الخصام ما بين الأخ والأخت لا بد أن أتسامح مع أخي وأختي ولا أغلط في حقهما وإذا غلطت ماذا أقول؟ أنا آسف أحسنتم وأعتذر ولن أعود لمثل هذا أعتذر من أخي وأختي إذا غلطت عليهم ماذا أقول؟ أنا آسف وسامحوني ولن أعود لمثل هذا أعترف بالخطأ يا أبنائي وماذا بعد؟ أتعاون مع أخي وأختي في الأعمال المنزلية هنا فواز ونورة يتعاونون مع الأم في الأعمال المنزلية أنظف مع أخي وأختي وأهتم بمنزلي وأهتم بغرفتي هنا من المعاملة الصحيحة هل لا أساعد أخي وأختي؟ لا أساعد أخي وأختي وأمي في الأعمال المنزلية وماذا بعد؟ أدعو الله لأخي وأختي إذا مرضت أخي وأختي أدعو الله أن يشفيهم وماذا بعد؟ أدعو الله أن يطيل بعمرهم أحسنتم يا أبنائي وهنا نشاط رقم واحد نشاط رقم واحد ضع نجمة تحت الصورة أضع نجمة تحت الصورة التي تدل على حق الأخت رقم واحد الصورة رقم واحد ماذا ترون؟ هنا الأخ والأخت يتشاركون في الألعاب هل التصرف صحيح؟ ويلعبون وهم فرحين هنا التصرف صحيح أضع نجمة أسفل الصورة أضع نجمة أسفل الصورة واثنين ماذا ترون هنا؟ ماذا ترون هنا؟ في الصورة رقم اثنان ماذا ترون؟ هنا ماذا يفعل الولد يحطم؟ ألعاب أخته هل تصرف صحيح؟ هنا حطم السيارة هنا يحطم؟ السيارة هل التصرف صحيح؟ لا التصرف خاطئ هل أضع نجمة؟ لا لأنه التصرف خاطئ لا بد يا أبنائي أن لا أحطم ألعابي ولا ألعاب أخوتي يا أبنائي هل انتهيتم؟ أحسنتم ونشاط رقم اثنين ما هو نشاط رقم اثنين؟ هنا نلون الصورة التي تدل على حق الأخ صورة أولى الأخ والأخت ماذا يفعلون؟ هنا مع بعض في الصورة الأولى هنا مع بعض هنا الصورة الأولى هذا يدل على حق الأخ والأخت والصورة الثانية هنا الأخ والأخت ماذا يفعلون؟ هنا يتشاجرون وغاضبين يتشاجرون وغاضبين ألون الصورة الأولى لأنها تدل على حق الأخ والأخت بالألوان المفضلة لدي بالألوان المفضلة لدي ألون الصورة الأولى هل انتهيتم؟ أحسنتم يا أبنائي ونشاط رقم ثلاثة ضح دائرة حول الصورة التي تدل على كيفية التعامل الصحيح مع الإخوة الصورة الأولى هنا في شجار وخصان هل أضع دائرة؟ لا في الصورة الثانية هنا الأخ يطعم الأخت أضع دائرة؟ أحسنتم يا أبنائي أضع دائرة عليها أضع دائرة عليها لأنها تدل على كيفية التعامل الصحيح مع الإخوة أضع عليها دائرة أضع على الصورة الثانية دائرة هنا الأخ يطعم الأخت الحلوة هنا نضع الدائرة هل انتهيتم؟ أحسنتم يا أبنائي نشاط رقم أربعة صل بين الوجه الباسم والصورة التي تدل على السلوك المناسب مع الإخوة صورة رقم واحد هنا الأخ الصغير أخذ السيارة الخضراء وترك أخي حزين هل أصله بالوجه الباسم؟ لا لا أصل الصورة الأولى بالوجه الباسم لأن الأخ حزين هنا هنا الأخ الصغير أخذ السيارتين له ولم يعطي أخي هنا أخي حزين لا أصله الصورة الثانية هنا الأخ والأخت يلعبون مع بعض هنا أصل أصلوها بالوجه الباسم الصورة الثانية أصلوها بالوجه الباسم هل انتهيتم؟ أحسنتم يا أبنائي هنا نشاط رقم خمسة صل بين علامة صح والصورة السلوك التي تدل على العطف على الأخ الصغير ماذا أفعل بأخي الصغير هنا؟ ماذا أفعل بأخي الصغير هنا؟ هنا وأعطف على أخي الصغير هنا لا بد أن أعطف على أخي الصغير أعطف عليهم هنا الصورة الأولى هنا هنا الأخت تقبل أخيها هنا الأخت تقبل أخيها وتحبه هنا الصورة تدل على أن الأخت تقبل أخيها وتحبه هنا نصلوها بالعلامة الصح أحسنتم نصلوها بالعلامة الصح نصل الصورة رقم واحد بعلامة الصح والصورة الثانية ماذا ترون هنا الأخ قاضب على أخته هل أصلها بعلامة الصح هل التصرف صحيح التصرف خاطئ ولا أصلها بعلامة الصح هنا الأخت حزينة والأخ قاضب عليها هنا لا أصلها بعلامة الصح لأنه تصرف غير صحيح عندما يكون لدينا إخوة صغار يا أبنائي نعطف عليهم نعطف على الصغير نعطف على الصغير حق الأخ والأخت العناية بهما إذا مرضى إذا مرضى أخي وأختي أعتني بهما وماذا أفعل أقدم لهما المساعدة إذا مرضى وأدعو الله أن يشفيهما وأتعامل معهما بلطف أتعامل مع أخي وأختي بلطف وأتسامح مع أخي وأختي يا أبنائي لا بد أن أتسامح مع أخي وأختي قد وصلنا إلى نهاية درسنا هنا يجب مراعاة التالية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معاً أن تجزأ هذه المهارة إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة لدى الطلاب والطالبات ومعرفة حق الأخ والأخت التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية عند الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء